هلو يا دياري بيوبولز كيف حالك؟ اليوم سنكمل مراجعتنا الجزء الثاني من مراجعتنا في يونت 2 اللي هيختص ب القطعة المهمة اللي موجودة عندك بالسؤال الأول اللي تيجيك بالسؤال الأول انت عند القطعتين على القطعة القطعة الأولانية اللي هي سؤال الأول صفحة رقم 30 حتكتب عليها مهم والقطعة الثانية موجودة هماتين عندك بصفحة بلسون 6 بيج نمبر تقريبا بمصفحة موجودة عندك صفحة رقم 32 دني مرتبطات عندك بالسؤال الأول هناخذ اللي عندك مرتبط بالسؤال الأول بي فإذاً هذا اليوم تركيز المراجعة مالتنا حتى نكون بهذا خلصنا من unit 2 خلينا نبدأ نقرأ القطعة اللي هي عن الحقائق المضحكة اللي بصفحة رقم 30 حتكتب عليها مهمة والأسئلة مالتها حتكتبها فوقها اللي هي تيجي طريقة فهمنا؟ من هالأسئلة مالتها فوق القطعة وتيجي طريقة هالأسئلة مالتها خلينا نقرأ الخشب الخشب يأتي من الأشجار بعض المنازل لأكو بعض المنازل مصنوعة من الخشب ممكن ما موجودة عندنا بالعراق يعني بس outside your country يعني بره العراق يعني بتجاكو بعض الناس يبدون بيوتهم من الخشب وكذلك الكثير انتب هنا قل لك الكثير من فورنيشر الأثاث الورق is usually made from wood 2 عادة أو غريبا مصنوع من الورق المصنوع من الوود 2 أيضا إذا نحن أكو شغلتنا مصنوع من الورق لحد الآن اللي هي قل لك أو ثلاثة شغلات المنازل والآخر شي عندك كان قل لك البيبر الربر استيجع على المطاط comes from a tree called rubber tree يأتي من المطاط ومن مشجرة تسمى rubber tree شجرة المطاط car tires are made from rubber الطائرات مع السيارة هماتها مصنوعة من المطاط the rubber in your pencil case isn't made from rubber now الربر المطاط اللي موجود عندك اللي هي في your pencil case في المقلمة مالتك تحط بها الأقلام ما مصنوع من الربر حس حاليا ولكن but from something man made ولكن من مادة المصنعة يعني مو مادة جاي من الطبيعة من الربر من الشجرة المطاط لا الشيء الإنسان مصنوع أو الإنسان صنع cotton comes from plant القطن يأتي من plant النبات the English word cotton comes from the Arabic than from the Arabic from Arabic إنو الكلمة الإنسان إنجليزية cotton أصلها من الكلمة العربية cotton أصلها من كلمة العربية قطن بعض من الفلوس أو المال is made from cotton mixed with other materials مصنوحة ماتية من القطن ولكن يمزجوا مع أو مخبوط مع مواد أخرى يعني مو الأوراق مع الفلوس هاي مصنوحة من القطن الخالص لا ضخاب تخبطوا عليها مواد أخرى leather is used for many things such as shoes, boots, jackets and bags دي نحش هنا على الجلد يستخدموا بأشياء كرومة اللي هي shoes الأحذية والبوتس والجاكت والجاكت يعني and bags in the past في الماضي people used leather for cups, tents, bottles and many other things إنو المناسب الماضي صنعت من اللذر من الجلد الكبس الأكواب, التنت الخيم, bottles, زجاجات and many other things today must leather comes from cows أغلب الجلد يأتي من الكاوز الأبقار but it can't come from crocodiles, snakes and other animals مو بس هماتها من الأبقار وممكن يجي من التماسيح and the snakes التعابين وهذا حيوانات أخرى الآخر شي على ال wool is very warm and cool material too ال wool الصوف يقول لك إنه هو warm ودافئ وكول لطيف مادة لطيفة أيضا cool keeps its shape and its great for making trousers, sweaters and jackets طبعا إنو يحكي على الصوف إنه هو جيد ل making لصناعة trousers البناطير, sweaters and jackets كاشمير is very soft and expensive wool نوع من الصوف اسم الكاشمير يقول لك إنه هو soft ناعم and expensive وغالي and comes from cashmere goods ويأتي من الكاشمير goods ويأتي من المائز these come from many countries including Iraq هذه المواد تأتي من البلدان العديدة من ضمنها العراق ننتقل إلى حل التمرين طبعا مثلا اتفقنا إنه الجملة موجودة فوق القطعة الجملة تجيك بالامتحان وإذا كانت الجملة صحيحة تحط كلمة true على حسب مطلوب من عندك وإذا كانت الجملة غلطة تحط على كلمة false نفس الشي نحل إذا الجملة صحيحة نحط جوة مربع على true وإذا الجملة خطأ نحط جوة مربع على false نبدأ أول واحدة الكلمة الإنجليزية إذا أنت لاحظت موجودة عندك هنا هي إذا الجملة هنا عندك شنو؟ صحيحة فنحط شنو؟ true نيجي رقم اثنيين يقول لك paper is usually made from cotton الورق عادة مصنوع من القطن هو هنا ما قالك ما قالك الورق لا هو قالك شنو؟ قالك قالك الورق مصنوع من القطن قالك الورق مصنع من شنو؟ الوود الخشب فإذا الجملة هنا عندك شنو فولس الجملة هنا عندك شنو فولس ننتقل إلى الجملة رقم اثنين الكثير من الأثاث مصنوع من الوود الخشب كل الأثاث؟ لا طبعا هوش قالك هنا قالك الكثير من إنما بالجملة المنطيك إياها قالك كل تفرق فإذا الجملة هنا عندك شنو حتحط هنا شنو خطأ جواها فرق طرح حرف واحد هنا قالك قبل شوي بالقطع منطيك الكثير من إنما هنا نطاك إياها الكل فإذا الجملة حتصر عندك غرط نجعل الجملة الوراها نمبر فور طبعا هو الصوف يأتي من الخروف والماعز والأرانب فإذا طبعا هي الجملة صحيحة يعني أنت الصوف يأتي من هذه الحيوانات تروح نحط عليها نمبر فايف الربر الربر comes from tree يقول لك الربر المطاط يأتي من الأشجار هو أصلا بداية تذكرتها بالجملة اللي قالها على الربر أول بداية يقول لك الربر comes from tree called rubber tree الربر المطاط يأتي من الأشجار من شجرة تسمى rubber tree شجرة المطاط فإذا الجملة هنا عندك شنو true صحيح أخر جملة يقول لك must leather comes from cows أغلب الجلد يأتي من الأبقار فإذا الجملة هنا يعني طبعا هي طبعا هي طبعا هو أغلب leather comes from cows إنه هي أغلب جاي من الأبقار فإذا الجملة هنا true صحيح انتبه على الحل مالتك طبعا هس هنا أنت شكتبنا ترى هذي الجمل مهمة هاي القطعة مهمة جدا هواي تكررت بانتحانات فإنت المفوط تركز بيها وتعرف الإجابات مالتك وتتأكد من عدها شلون حالها لا سمح الله خافت حالك إجابة ما خطأ فإنت هنا سحلينها وياك وتأكدت من عدها Now to the next passage خيرا نتقل للقطعة الثانية on page number 32 اللي هي بصبح عقم 32 هماتين هاي القطعة مرتبطة عندك بالسؤال number one number one اللي هي تجي كام على شكل القطعة وأسئلة true false أو yes or no لا تحاول طبعا سئلتها اللي هي بصفحة 34 أتقد أي 34 أسئلة مالتها لا تحفظ الأسئلة قبل لازم تعلم على قراءة القطعة علموة تعرف هي شون ماشية وش تعرف الموضوع مالتها عن شنو general idea meaning يعني المعاني مالتها خيرا نبدو نقرأ ننسى أنه هي بلسن 6 page number 32 هذا صفحة رقم 32 وكتب عليها مهمة I'm a doctor I'm a heart doctor or surgeon هي دكتورة طبعا دكتورة قلب أو جراحة From Sunday to Thursday من يوم الأحد إلى يوم الخميس I work in a hospital تتعمل في مستشفى I wear an uniform ترتدي زي زي مالتها شنو عبارة عن شنو It is a white cotton coat ما طف أبيض and thin white or blue headscarf والheadscarf مالتها لون هي أما بلوية أما white I look after my patients and try to make them better تعتني بالمرضى مالتها تجعلهم يعني يتحسنوا I get up very early because تستيقظ مبكرا لأنها I usually do operations لأنها عادتها تقوم بالعمليات العمليات الجراحية In the morning In the afternoon في المساء I visit the words اللي هي الردها مال المرضى and check on my patients وتشوف المرضى مالتها سألة هنا سؤال Is your job difficult هل عملك صعب I work with a small team of other doctors or nurses تعمل مع فريق صغير من الدكاترة والممرضات We are usually very busy عادة هم مشغولين I often work for many hours عادة غالبا تشتغل ساعات كثيرة Some operations take a long time بعض العملات الجراحية تستغرق وقتا طويلا Perhaps five or six hours ربما من خمسة إلى ستة ساعات It's a difficult job هي وظيفة صعبة طبعا But I love it بل لكنها يتحب هذه الوظيفة نكمل القطع بصفحة رقم 33 What are you doing now؟ بيسألها السحانين انتش جاي تسوي تقول لها Today is Saturday اليوم هو يوم السبت and it's my weekend وهي العطلة الأسبوع مع العطلة الأجازة مالت يعني I am not working in the hospital هي لا تعمل في المستشفى الآن I'm spending time with my family تقضي بعض الوقت مع عائلتها We are shopping in the mall هم shopping يتسوقوا في المال Today we are looking for winter clothes اليوم هما يدورون على ملابس الشتاء My son is buying warm denim jacket ابن هدا يشتري warm jacket denim قطني My daughter is buying a thick sweater بت هدا تشتري thick سميكة سويتة I'm buying comfortable shoes for my work or for work هي تشتري حذام وريح من أجل عملها But we are not shopping now What are you doing؟ مما هي إذا يسألها هنا سؤال What do you do on the weekends أريد أن تجي تسوين بالweekends مالتج بالعطلة الأسبوعية مالتج I spend time at home تقضي بعض الوقت في البيت I do washing and cleaning تقوم بالwashing والcleaning والغسيل والتنظيف I play with my children and I see my friends تلعب مع children أطفال and see friends وتشوف أصدقها I cook and I clean the house تطبخ وتنظف المنزل sometimes بعض الأحيان I play tennis تلعب التنس When I feel tired لما أشعر بالتعب I read or watch TV تقرأ أو تشاهد التلفاز لاحظوا أن الجمل بهاي الأخيرة كلها عن present simple terms لأنها عادة تسويها بكل عطلة weekends كل عطلة نهاية أسبوع لذلك تشوف الأزمة هنا كل الأفعال عندك بال infinitive جاية do play cook clean كل دنيا بال present simple terms لزي من المضارع البسيط خلينا نجاوب على الأسئلة اللي هي طبعا حتجاوب عليه هي أما على حسب المطلوب منك بالسؤال الامتحان وزاري طبعا الأسئلتها موجودة بصفحة رقم 34 34 خلينا ندون حد طبعا هاي سيدة هذا الموضوع كلش مهم كالعادة مثل ما اتتفقنا أن أنتو عندك بيونت 2 موضوعين يجن بالسؤال الأول A وموضوع واحد يجي بالسؤال الأول B نبدأ a surgeon is a doctor who does operations الجراح والدكتور الذي يقوم بعمل العمليات الجراحية أكيد إجابة yes yes هنحط على مربار yes number 2 she always does operations in the morning انتبه على هاي الجملة ده يقولك هي دائما تقوم بالعمليات في الصباح نرجع نتأكد من الإجابة إذا رحت للصفحة اللي صفحة 32 انتبه على الجملة الأخيرة أو بالبرغراف الأخير تقولك شوكت تقوم بالعمليات الجراحية أي ناش قالت قالت I usually do operations in the morning هي عادة تقوم بالعمليات الجراحية في الصباح إنما هو ناش جاب لك إياها قال لك هي دائما فطبعا الإجابة حتكون عندك فالس أو خطأ هنحط صح على مربع النوم هي ترتدي عمل زي في العمل قلنا هي زي مالتها عبارة عن ويت كوت وبلو أو ويت هات سكارف فطبعا الإجابة تكون يس هي اليوم تتسوى قوية فرينز ويا أصدقائها لو ويا من هي من قالت لقات لك ابني ريت يشتري جاكت أو دينام جاكت وبيتتي تشتري السويتة فطبعا هاي ما تقع تتسوى قوية الفرينز تتسوى قوية من ويا الفاميلي ويا العائلة طبعا إذا تريد تتأكد هم نرجع للورقة القابلها تقول لك I spending time with my family we are shopping in the mall أنا تقضي وقت مع عائلتي تنتسوق في المال فإذا ما جاء تتسوق ويا أصدقاء إذا تتسوق ويا العائلة نمضر طبعا الإجابة حتكون احنا عدنا نحط خطأ على مربع أو صح نحط على مربع النوم فإذا هي إجابة خاطئة she is shopping for white coat for work هي تتسوق white coat ما عطف أبيض للعمل ولا قاعد تتسوق شنو هي قاعد تتسوق اللي احنا قلنا comfortable shoes تتشتري حذاء مريح للعمل وليس white coat I'm buying comfortable shoes for work تشتري حذاء مريح للعمل إنما هوش قايل لك هنا جاء تتسوق white coat طبعا الإجابة حتكون خطأ حتحطها على المربع النوم خطأ her daughter is buying a thick sweater تتشتري بتها thick sweater طبعا هي إجابة صحيحة they go to the shopping mall every day كل يومية يروحون يتسوقون بالمال أكيد خطأ ماكوناس كل يومية تروح هي تقول لك كان عندي شغل هي تتروية راحت بيها باليوم معين كان هي يوم هذا عدها الويكند راحت بيه بالمال وهي عدت الجملة مو منطقية ماكو واحد يتسوق بالمال كل يوم فإذا إجابة الحط على المربع النوم number eight she sometimes play tennis on the weekends في بعض الأحيان تلعب تنس on the weekends طبعا هي إجابة صحيحة وما لا تريد تتأكدها موجودة بآخر جزئية من البرغراف قلت لك أنه هي sometimes بعض الأحيان I play tennis فإذا الإجابة حتكون yes وبهذا هي حنحط الyes أو الصح على مربع الريس وبهذا إحنا خلصنا القطعة الأولانية القطعة المشين متعلق عندك بالسؤال الأول أي القطعة تين قطعة الفان فاكس المحقاق المضحكة وتحليناها القطعة الثانية هي قطعة والقطعة الثانية هي القطعة مع الدكتورز اللي يسا خلصنا الحل معلته ترجمة نانسي قنقر